على بساطته تعتبر أم يوسف بيتها الجنة هكذا تقول عملت لسنوات طويلة إلى جانب زوجها ليتمكنا من شراء قطعة أرض وبناء هذا البيت بعدها بنيا بيوتا لأبنائهم المتزوجين لكن الأبناء يسكنون في مكان آخر بالإيجار إذ يخشون وصول جرافات الهدم ليلا أمام أطفالهم فقد أرسلت لهم السلطات الإسرائيلية أوامر هدم بعد أن رفضت منحهم تراخيص بناء وهذا أرى أحلامهم وأحلامي أنا أولادي راحت انتهت تعب كل شكاية أنا أولادي راحت بدون أخذوا اليهود من العنصرين اللي هم فيها وفي قرية قريبة قصة لرجل سبعيني خرج للتو من السجن والتهمة رفضه هدم منزلي بنيه بعد أن منعته السلطات الإسرائيلية منذ سنوات من إتمام البناء في أرضه ألاف العائلات الفلسطينية داخل الخط الأخضر تعيش حالة قلق خشية هدم بيوتها إذ ترفض المؤسسة الإسرائيلية توسيع نفوذ البلدات العربية إسرائيل تنظر إلى جميع الأراضي المفتوحة هي أراضي مستقبلية ستضع يدها الدولة للتجهيز عليها ولتجهيزها لإسرائيل الكبرى على إثر قرار إخلاء مستوطنة عامونا في الضفة الغربية أمر أخيرا رئيس الحكومة الإسرائيلي البدأ بتنفيذ أوامر الهدم لامتصاص غضب المستوطنين فهدم المزيد من بيوت الفلسطينيين هو الطريق الأقرب لقلوبهم قرار هدم بيوت العرب لإرضاء المستوطنين يختزل سياسة إسرائيل الاستيطانية منذ قيامها أما الربط بين مستوطنة عامونا وهذه البلدات فيدل على سياسة تستخدمها إسرائيل لتشريع الاستيطان في مقارنة بين أصحاب الأرض وبين من سلبوها نجوان سمرئ الجزيرة من منطقة وادي عارة داخل الخط الأخضر